اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل الفيديوهات التي تم حفظها على تطبيقك الخاص ريتس سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها نأتي إلى الأسفل نضغط على هذه العلامة في الأسفل ثم نأتي إلى نافذات الملف الشخصي في هذه النافذة الخاصة هنا بعد ذلك منباشرة نأتي إلى الأعلى نضغط على هذه العلامة في الأعلى نأتي إلى نافذات الإعدادات في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على الهساب نأتي إلى نافذة الحساب في هذه النافذة ثم نضغط على إعدادات الحساب الأخرى هنا نأتي إلى التفضيلات في هذه النافذة نقوم بالنزول ثم نأتي إلى المنشورات الأصلية نضغط عليها بعدها نأتي إلى حفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها نضغط على علامة زرقاء وهنا كما تروا اختفت يعني تم إلغة في الحفظ مقاطع الفيديو التي تم نشرها على تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والتغط على زر اللايك